إزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي الجزء الثاني الفصل السابع الحيوانات اللافقارية الجزء الأول من درس الإسفنجيات والجوفمعويات والديدان المفلطحة والإسطوانية مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله نستعرض معكم أهداف الدرس وهي كالتالي أولا تحديد خصائص الحيوانات ثانيا التمييز بين الفقاريات واللافقاريات وأخيرا المقارنة بين الإسفنجيات والجوفمعويات من حيث تركيب الجسم والتغذية والتكاثر عزيزي الطالب لنبدأ الآن تجربتنا الاستهلالية والتي من خلالها سوف نكتشف كيف نصنف المخلوقات الحية إلى مجموعات وفق خصائصها المختلفة نحتاج في هذا الاستقصاء إلى أوراق ومقص وأقلام ملونة أولا أختار عشرة مخلوقات حية ثم أعمل بطاقة لكل مخلوق حي أختاره يمكنك عزيزي الطالب الاستعانة بالصور المجاورة ألاحظ فيما تتشابه المخلوقات الحية التي اخترتها وفيما تختلف هل الحيوان أجنحة أو منقار أو زيل أو يمكن غطاء الجسم أو طريقة التكاثر وغيرها من الخصائص أصنف بطاقات المخلوقات التي تحمل خصائص متشابهة في مجموعات ماذا نستخلص؟ نستخلص من ذلك كله أن الحيوانات يمكن أن تتشابه أو تختلف في خصائص مثل شكل الجسم الغطاء الخارجي طريقة الحركة والحصول على الغذاء درست سابقاً أغلب أجسام المخلوقات الحية تتكون من خلايا متعددة الوظائف هل بإمكانك أن تذكر بعض هذه الوظائف التي تقوم بها خلايا المخلوقات الحية؟ تقوم الخلايا بوظائف مختلفة فبعضها تساعد على التكاثر وبعضها تقوم بهضم الطعام وغيرها تساعد على الحركة والانتقال عزيزي الطالب مستعيناً بمعلوماتك السابقة تأمل الصور التالية واستنتج أهم خصائص الحيوانات تأمل الصور هل بإمكانك أن تتعرف من خلالها على خصائص الحيوانات؟ تمثل الصورة الأولى خلايا حقيقية النوى تأمل الشكل جيداً أما الصورة الأخرى فتمثل أن بعض الحيوانات تتغذى على النباتات أما هذه الصور فتبين أن معظم الحيوانات تتحرك من مكان إلى آخر عزيزي الطالب سوف نتعرف معاً على الخصائص المشتركة بين الحيوانات بعض هذه المعلومات هي خبرة سابقة لديك لنسترجع معلوماتك حول خصائص الحيوانات ونؤكد على المعلومات الجديدة أولاً الحيوانات مخلوقات حية عديدة الخلايا تقوم بوظائف متخصصة كهضم الطعام والتخلص من الفضلات والمساعدة على التكاثر أو تشكل جزءاً من أجهزة عضوية تقوم بهذه الوظائف إذن لدى الحيوانات خلايا تقوم بوظائف متخصصة كهضم الطعام والتخلص من الفضلات وغيرها من الوظائف ثانياً معظم الحيوانات لها خلايا حقيقية النواة وبهذه الخلايا أيضاً عضيات ثالثاً لا تستطيع صنع غذائها بنفسها فبعضها يتغذى على النباتات ويحصل على طاقته منها والنوع الثاني يتغذى على الحيوانات الأخرى ومنها النوع الثالث يتغذى على النباتات والحيوانات معاً تهدم الحيوانات غذائها وتحول قطع الطعام الكبيرة إلى قطع بسيطة تستطيع الخلايا امتصاصها والاستفادة منها كما أن الحيوانات تتحرك من مكان لآخر لماذا؟ بالطبع للحصول على الغذاء والمأوى والتزاوج والهروب من الحيوانات المفترسة تأمل الشكل الذي أمامك يمثل عدة صور لحيوانات مختلفة المأوى فمثلاً يعيش من قار البط في استراليا وهو من الثديات كما يستطيع بعض الفراش أن يهاجر مسافة خمسة آلاف كيلو متر كل عام ويستطيع قنديل البحر العيش في المياه القطبية الباردة والمياه الدافئة وقد يصل طول لوامسه إلى ثلاثين متراً عزيزي الطالب ركز معي جيداً برأيك ما الخاصية التي تجعل الحيوانات قادرة على الحصول على الطعام وجمع المعلومات من اتجاهات متعددة استعن بالشكل التالي للإجابة عن السؤال لديك ثلاث أمثلة لحيوانات ركز جيداً ما الخاصية التي تجعل الحيوانات قادرة على الحصول على الطعام وجمع المعلومات من اتجاهات متعددة هل توصلت إلى هذه الخاصية؟ تتعلق هذه الخاصية بتنظيم أجزاء الجسم في نمط معين إما تقسيمه وتنظيمه إلى أجزاء متساوية كما في الشكل الذي أمامك ويسمى هذا التنظيم أو التقسيم بالتنظيم الشعاعي أو تنظيم الجسم أو تقسيمه إلى أنصاف طولية ويسمى هذا التنظيم جانبي في الشكل الثالث لو حاولت أن أنظم أو أقسم الشكل إلى أجزاء متساوية فلا يمكن تقسيمه إلى أجزاء متساوية هل استنتجت عزيزي الطالب ما هذه الخاصية؟ نعم إنها خاصية التماثل فما هذه الخاصية؟ ما هو التماثل؟ هو عبارة عن تنظيم أجزاء الجسم في نمط معين بحيث يمكن تقسيمه إلى أنصاف طولية أو شعاعية متشابهة وللتماثل أنواع تماثل شعاعي أو تماثل جانبي أو عديمة التماثل تماثل شعاعي أن يمكن تقسيمه إلى أجزاء متساوية مثل شقائق النعمال وقنديل البحر وقنفذ البحر أما التماثل الجانبي تقسيمه إلى أنصاف طولية مثل جراد البحر، الجراد، والإنسان وعديمة التماثل هي التي لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء متساوية كالإسفنجيات عزيزي الطالب، اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول، ضع إشارة صح أم خطأ أمام العبارات التالية أولاً، تستطيع معظم الحيوانات صنع غذائها بنفسها العبارة خاطئة ثانياً، التماثل هو تنظيم أجزاء الجسم في نمط معين ويكون إما جانبي، شعاعي أو عديم التماثل العبارة هي صحيحة السؤال الثاني حدد نوع التماثل للكائنات الحية كما في الجدول التالي الإنسان، قنديل البحر، نجم البحر، خنفذ البحر، ولا الإسفنج حدد نوع التماثل للكائنات الحية ذكرنا أن التماثل ثلاثة أنواع إما أن يكون شعاعي، جانبي، أو عديم التماثل الإنسان تماثل جانبي وقنديل البحر، تماثل شعاعي أما نجم البحر، فهو تماثل أيضاً شعاعي قنفذ البحر، تماثل شعاعي، والإسفنج عديم التماثل عزيزي الطالب، نتعرف الآن على تصنيف المملكة الحيوانية تتكون من اللافقاريات وهي حيوانات لا تحتوي على عمود فقري وتشكل سبعة وتسعون من نسبة المخلوقات الحية وتضم اللافقاريات الإسفنجيات الجوفمعويات الديدان الإسطوانية والديدان المفلطحة الرخويات الديدان الحلقية المفصليات وشوكيات الجلد وتتكون المملكة الحيوانية من مجموعة الحبليات لها حبل ظهري على هيئة عمود فقري وتضم الفقاريات عزيزي الطالب، اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي أولا تمثل مجموعة الفقاريات النسبة الأكبر في عالم الحيوان العبارة خاطئة مجموعة اللافقاريات هي التي تمثل النسبة الأكبر في عالم الحيوان ثانيا الحبليات هي مجموعة الحيوانات التي تحتوي على العمود الفقري الإجابة صحيحة السؤال الثاني ما الفرق بين الفقاريات واللافقاريات؟ بالطبع الفقاريات حيوانات تحتوي على عمود فقري أما اللافقاريات هي حيوانات لا تحتوي على عمود فقري السؤال الثالث أذكر المجموعات الثمان التي تتكون منها الحيوانات اللافقارية هل تتذكرها عزيزي الطالب؟ الإسفنجيات الإسفنجيات الجوف معويات الرخويات الديدان المفلطحة الديدان الإصطوانية الديدان الحلقية المفصليات وشوكيات الجلد نبدأ بالمجموعة الأولى من الحيوانات اللافقارية وهي الإسفنجيات سوف نركز على أهم الخصائص التي تتميز بها هذه المجموعة أعتقد العلماء بأنها نباتات لكونها لا تتحرك بحثا عن طعامها كما أنها غير قادرة على صنع غذائها بنفسها وتعيش الإسفنجيات في البحار القليل منها في المياه العذبة وتعيش أيضا ملتصقة بالصخور يتركب جسم الإسفنجيات من طبقتين من الخلايا الخلايا المبطنة للتجويف الداخلي مزودة بأصوات متحركة تساعد على استمرار تدفق الماء خلال الجسم طريقة تغذية الإسفنجيات تصفية الطعام من الماء الغني بالمخلوقات المجهرية حيث تقوم خلايا متخصصة بنقل الطعام وهضمه ونقله لأجزاء الجسم والتخلص من الفضلات طريقة التكاثر للإسفنجيات جنسيا ولا جنسيا عزيزي الطالب سنركز الآن على طريقة التكاثر لدى الإسفنجيات ذكرنا أن الإسفنجيات يمكنها التكاثر جنسيا ولا جنسيا جنسيا معظم التي تتكاثر بهذه الطريقة تكون خنثة أي تكوين البويضات والحيوانات المنوية في نفس الفرد أما طريقة التكاثر اللاجنسي عند الإسفنجيات إما عن طريق التبرعم أو انفصال أجزاء من الإسفنج وبالتالي يتكون إسفنج جديد كيف يكون الإسفنج كائن جديد بطريقة التكاثر الجنسي؟ تأمل عزيزي الطالب الشكل الذي أمامك جيدا يطلق الإسفنج حيوانات المنوية في الماء فتدخل هذه الحيوانات المنوية إلى إسفنج آخر وتخصب البويضة فتتكون اليرقة التي تغادر وتثبت نفسها في مكان جديد مكوينة إسفنج جديد المجموعة الثانية من اللافقاريات هي الجوف معويات لنتعرف معا عزيزي الطالب على خصائص الجوف معويات والتي تسمى أيضا باللاسعات من أمثلتها قنديل البحر الهايدرا المرجان شقائق النعمان تركيب الجسم جسمها متماثل شعاعيا تطلق خلايا لاسعة تسمى الحويصلات الخيطية تمتلك مجسات حول الفم أجسامها مجوفة تتكون من أنسجة متخصصة مؤلفة من طبقتين من الخلايا التجويف الهضمي والخلايا العصبية طريقة التغذية عند الجوف معويات تحتوي على خلايا لاسعة تسمى الحويصلات الخيطية والتي تساعد على إمساك الفريسة طريقة التكاثر لا جنسيا من خلال التبرعم ينمو برعم جديد على جانب جسم الهايدرا والطريقة الأخرى جنسيا إطلاق البويضات أو الحيوانات المنوية في الماء إخصاب خارجي ينتج عنه حيوان جديد هذه هي الهايدرا من مجموعة الجوف معويات وقنديل البحر عزيزي الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول قارن بين الإسفنجيات والجوف معويات كما في الجدول التالي من حيث التركيب التغذية التنفس طريقتين التكاثر الجنسي واللا جنسي هل تتذكر عزيزي الطالب المعلومات المتعلقة عن الأسفنجيات والجوف معويات جيدا؟ تتركب أجسام الأسفنجيات من طبقتين من الخلايا الخلايا المبطنة للتجويف المركزي مزودة بأصوات أما أجسام الجوف معويات تتركب من تمتلك مجسات حول الفم أجسامها مجوفة أنسجة متخصصة من طبقتين من الخلايا التجويف الهضمي والخلايا العصبية التغذية عند الإسفنجيات تصفية الطعام من الماء الغني بالمخلوقات المجهرية أما الجوف معويات لديها خلايا لاسعة تسمى الحويصلات الخيطية للإمساك بالفريسة طريقة التنفس عند الإسفنجيات يتدفق الأكسجين عبر مسام جسمها إلى التجويف المركزي أما الجوف معويات تحصل خلاياها على الأكسجين من الماء المحيط بها وتطرح فيه غاز ثاني أكسيد الكربون طريقة التكاثر الجنسي عند الإسفنجيات تكوين البويضات والحيوانات المنوية في نفس الفرد الخنثة أما التكاثر الجنسي عند الجوف معويات إطلاق البويضات أو الحيوانات المنوية في الماء إخصاب خارجي اللاجنسي عند الإسفنجيات التبرعم انفصال أجزاء من الإسفنج أما التكاثر اللاجنسي عند الجوف معويات التكاثر اللاجنسي هو التبرعم السؤال الثاني فسر استمرارية تدفق الماء في حيوان الإسفنج فكر جيدا نعم بسبب وجود الخلايا المبطنة للتجويف المركزي والمزودة بأصوات متحركة السؤال الثالث تتكاثر الهايدرا لاجنسيا بالتبرعم قارن بين الحيوان الأم والبرعم من حيث المادة الوراثية تكون المادة الوراثية متطابقة تماما إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر